موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخامسة مساء بتوقيت الجزائر أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار والمستهلة بأبرز العنوين توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإندنسية خلال مشاركة رئيس المحكمة الدستورية في أشغال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم بجاكارتا حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن فرقوا الرقابة وقمع خرجاتها الميدانية لمراقبة أسعالي البقليات واسعة الاستهلاك وردعي المضاربين بقوتي الجزائريين والعين في النشرة من ولاية ورقنا موسيقى وقصدى تمضية عطلة صيفية تعليمية هادفة المدرسة القرآنية بالمسجد القطب عبد الحميد بن بديسة بوهران يستقبل الناشئة لحفظ القرآن الكريم وعلومه اهلا بكم مجددا وكما ورد في العنوين شارك رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج في أشغال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم بالعاصمة الاندونيسية جاكارتا حول موضوع تعزيز الديمقراطية من خلال السلطات القضائية الدستورية وذلك بمناسبة الذكرى العشرين للمحكمة الدستورية الاندونيسية ويشكل هذا المؤتمر فرصة مواتية لبحث سبل إرساء والتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المؤسسات الدستورية النظيرة لا سيما وأن عديد المحاكم والمجالس الدستورية من مختلف القرات تشارك في هذا الحدث المهم وفي إطار مشاركته في أشغال المؤتمر وقع رئيسه المحكمة الدستورية عمر بلحاج مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيراتها الاندونيسية من أجل خلق إطار للتعاون وتبادل الخبرات في مجال القانون الدستورية والعدلتية الدستورية باسم المحكمة الدستورية الجزائرية حضرتنا بدعوة من السيد أنور عثمان رئيس المحكمة الدستورية الاندونيسية إلى هذا المؤتمر الذي هو يعد ويحضر للذكرى العشرية لتأسيس المحكمة الدستورية الاندونيسية في النشاط العسكري أشرف السيدة اللواء محفوظة بالمداح قائد القوات البحرية أمسية برصيف الشمالي للأميرالية القاعدة البحرية الجزائر بالناحية العسكرية الأولى على تفتيش المفرزة البحرية المتكونة من السفينة المدرسة الصمامة وسفينة الشراعية المدرسة الملاحة بعد قيامها بالحملة التدريبية صيف 2023 و23 خلال الفترة الممتدة من السابع جوليا إلى العاشر أوت الجارية وتعد هذه الحملة التدريبية مرحلة هامة في المسارية التكوينية لطلبة الضباط العاملين في السنة الأولى والثانية من التكوين الأساسية بالمدرسة العليا البحرية بـ 8 فوست بالناحية العسكرية الأولى حيث ساهمت في توسيع آفاق معارفهم النظرية واختبار إمكانياتهم في التأقلم مع الظروف الملاحية الحقيقية والتحكم في مختلف أنواع الأسلحة والمعدات الموجودة على المتن كما تعرفوا على أقسام السفن وطبيعة الحياة على المتن حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن توصل فرق الرقابة وقمع الغش خرجاتها الميدانية لردع المضاربين بقوتي الجزائريين خصوصا في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك ومن أجل مراقبة وفرة وأسعار البقول الجافة نظمت مدرية التجارة وترقية الصادرات بورغلا خرجة ميدانية لمحلات بيع المواد الغذائية والموزعين وتجار الجملة المتابعة لمصطفهتها من محلات التجزئة الحلقة الأخيرة في سلسلة توزيع المواد الغذائية بدأت الخرجة الميدانية لمراقبة أسعار البقوليات التي نظمتها مدرية التجارة وترقية الصادرات بورغلا العملية مست كذلك تجار الجملة والموزعين والهدف وفرة هذه السلع وموافقة الأسعار للضوابط القانونية عندك الخيارات عندك أنواع عندك كما مثال العدس كانت أنواع متوفرة وبيتمنى البقوليات شوية زيدة شوية البقوليات نحاول نوفره بالنسبة لمادتي العدس والروز والحمص الأسعار راحي بالنسبة للعدس 29 وبالنسبة للحمص 33 والأرز راحي 190 دينار يعني 19 ألف وفيه تنوع يعني فيه الفراك وفيه المعلم من جهتها تعمل تعاونية الحبوب البقولي جافة بورغلا على توفير هذه المواد الغذائية بالجملة وتسويقها مباشرة للمستهلك عبر نقاط بيع عديدة كمية الخول البقولية جافة إن شاء الله بيدنا رحمة وفرا وبالوران إن شاء الله فاتحين يعني نقاط بيع على مستوى ثلاث نقاط بيع على مستوى وورغلا عندنا هنا وورغلا وعندنا في الرويسات وعندنا في سعيد عزبة عندنا تجار الجملة وتجار تزيئة هذا وفق يعني عندهم سعر مقنن من الدولة قمنا بزيارة ميدانية ورقابية لبعض تجار الجملة للمواد الغذائية للوقوف على أسعار بعض المنتجات لعرفة ارتفاع في الأسعار ومن بينها العدس والحمص والروز طلبنا منهم الفاتورة للوقوف على سعر الشراء وسعر البيع لمعرفة الهامش الربح لهذه المنتجات وتعد البقول الجافة من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك وتأتي هذه الإجراءات من أجل ضمان استقرار وفرتها وأسعارها في الأسواق ولتفادي كافة أشكال يتذبذب في التموين بالطاقة الكهربائية سطرت مديرية التوزيع سون الغاز بولاية بومرداس برنامجا لتدعم الشبكة بمحاولات كهربائية جديدة وهذا تعزيز للتوزيع المنتظم للساكنة خلال موسم الصيف الذي يعرف ارتفاعا في نسبة استهلاك الكهرباء المزيد مع إكرام قاضي يتقدم حمزة لسيانة شبكة الكهرباء هو واحد من أعضاء الفرق التقنية لسون الغاز المجندة لمواجهة أي اضطرابات محتملة على مستوى شبكة توزيع الكهرباء قموا بعملية صيانة شبكة وادي عملية دورية لصيانة الخطول الكهربائية والمحاولات الكهربائية لضمان نوعية واستمرارية الكهرباء لزبائن سابق قبل شهرين والأخلاتها كانت لمبة تشعل حيانا لمبة لا تشعل كان تذبذب كبير وبعد البوست الجديد هذا اللي دارته سون الغاز تيار متواصل قوي ما شاء الله قبل كانت ضعيفة شوية كانت تكوبة شوية ميضوكم لي دارونا لو بوست هادا ولا تخبيا ولا تملئها ما تكوباش ما قريتو تكون لي شارج زعمها في الدار تعليق لي ما تزوريتو ما نور مالسا مارش ما تكوبا ما غالب اثنان وعشرون محولا كهربائيا جديدا تدعمت به ولاية بو مرداس والأشغال متواصلة لإضافة محولين كهربائيين آخرين لفائدة الولاية الأشغال متواصلة في مستوى محولين كهربائيين التي تمس منطقتين بلدية الحمادي بلدية حمادي وبلدية تورقا وثانيا مواصلة استغلال مركز التحويل الرئيسي 30 كولوفولت خمس رقشنا حيث تم وضع هذه الخدمة منطلقين كهربائيين منطلق 30 كولوفولت تمس منطقة شباشب ومنطلق 30 كولوفولت 250 مسكان كلها إجراءات لتحسين نوعية التموين بالطاقة الكهربائية وضمانا لاستمراريتها ترشيد الاستهلاك ضرورة حتمية ولضمان أمن صحي وسعت عدة شركات استثمارية في مجال إنتاج الصناعة الصيدلانية من نشطاتها شركة بروديرما للصناعات الشبه الصيدلانية وبعد الاستفادة من المرافقة والمتابعة طورت من إنتاجها مما سمح باستحداث عدة مناصب شغل لشباب ولاية سيدي بالعباس الروبرتاج عبدالوهاب أيتفتيس الاعتماد على الكفاءة الشبانية من خارجي الجامعات ومراكز التكوين جعل من هذه المؤسسة رائدة في الصناعة شبه الصيدلانية سمحت باستحداث مناصب شغل ليصل عددها إلى 120 عاملا تكوينت الحمد لله وتعلمت هنا في هذه المؤسسة وتمكنت أن ينسني هنا العقد التاعي بدأت كأنشاف دولين أني أخدم ذلك كومانشاف دولين دو رميساتي كونديسون مو خرجت سيلة 2022 ديبلان كونتابيليتي في نوس ماستير والشركة هذه وفرت لي مناصب شغل كل منتوجات هنا أنا 80 في 80 منتوج وقعنا خدموهم على شركتنا نحن نطور هذه المنتوجات عبر السنين هذه المنتوجات وكل منتوج عنده خصوصيات وعلى مستوى كونتر الكاليتي دير المعايير الجزائرية ودولية نحن عدنا في 27 معاييرها نتبعها توسيع الاستثمار وتنويع المنتوج جعل من هذه المؤسسة تنتشر عبر مختلف ولايات الوطن وتتطلع إلى بلوج الأسواق الخارجية خاصة بعد الاستفادة من مرافقة السلطات المحلية الحمد لله ما لدينا مشاكل إدارية الحمد لله راح عطيتنا الدعم الكامل نحن عدنا انواع مختلفة من المنتوجات نحن دائما نخدمه بجهد باش نديرو دي تيست باش ناوغمنتو في النفو عشاك فاتكون كين جديد المستمرين يحظون بالمكانة التي تليق بهم باعتبارهم رأس حرباء على الحياة الاقتصادية والتي نحن ملزمون بتوفير وتسهيل كل الشروط من أجلهم لا سيما أولئك الذين يقومون بخلق الثروة وبإنشاء مناصب الشغل قرارات وإجراءات وضعتها الدولة لصالح المستثمرين من شأنها فتح آفاق لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليص من فتورة الاستيراد قررت سلطة الضبط السمعي البصري تعليقا مؤقتا لجميع البرامج التي تبثها قناة السلام التلفزيونية ابتداءا من تاريخ صدور هذا البيان إلى غاية البت فيها القرار النهائي ويأتي هذا القرار على خلفية بث القناة برنامجا يحتوي على لقطات تتنافع والدين الإسلامية وكذا أخلاق المجتمع الجزائرية بطريقة غير مهنية وغير مسؤولة إلى أحوالي التقصية الآن حيث يرتقب أن تشهد عدة ولايات بغرب البلاد بلاية من اليوم موجة حر مع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 45 درجة مئوية وحسب النشرية الخاصة للدواني الوطني للأرصاد الجوية فإن هذه الموجة تشمل ولايات معسكر وهران سيدي بن عباس غيريزان أشلف مستغانم عينتيموشنت واتيلمسان وقد تصل درجات الحرارة القصوى إلى 45 درجة مئوية تحت الضل ومع هذا الاتفاع في درجات الحرارة يلجأ الشباب للسباحة في الأماكن الخطرة والممنوعة التي تؤدي للهلاك حيث سجلت مصالح الحماية المدنية 28 حالة غرق خلال أسبوع ولحماية حياة المواطنين سطرت فرق والحماية المدنية بولاية الامدية مخططا وقائيا ما أدى إلى انخفاض في حالات الغرق تقول السيغريب نداء استغاثة من مواطن عبر خط النجدة للحماية المدنية يفيد بتعرض شخص الغرق بسد وادي الصافي بابن سليمان ولاية المدية مركز التنسيق العملي التابع للوحدة الرئيسية للحماية المدنية يخطر بدوره الوحدة الثانوية لدائرة السواقي باعتبارها أقرب نقطة للتدخل موسيقى تحتوي هذا المركز على عدة وسائل بشرية ومادية هدفها تقديم الخدمة السريعة وفورية في حالة أي تدخلات وفي ظرف وجيز فرقة الغطاصين لدائرة وزرى بسواقي تتنقل على جناح السرعة إلى عين المكان لمباشرة عملية الإنقاد كان عدد كبير من المسطحات المائية والسدود على مستوى تراب هذه الولاية هذا أدى إلى وجود عدد كبير من الضحايا مما أدى إلى تفكير الحماية المدنية في إدراج فرقة تدخل على مستوى المسطحة المائية كفرقة الغطس انخفاض محصوص تسجيله ولاية المدية في عدد الغرقة بفضل البرنامج التحسيسي التوعوي سجلت مديرية الحماية المدنية لولاية المدية وخاصة في هذا الشأن ثم عمليات في 28 تدخل تم إنقاذ فيها أربعة أشخاص من الخطر فيما تم انتشار خمسة أشخاص في المسطحات المائية على المستوى المحلي هناك إجراءات أمنية وقائية أخرى وهي التكفل بالساكنة وبالأطفال بأولادنا بفتح سبع مسابح سخرت لها جميع الوسائل الضرورية لذلك وبرنامج المخطط الأزرق وهي التكفل أمثل الأحسن بما يفوق خمسة أربعين ألف مواطن تم ترحيلهم وفي رحلات إلى شاطئ إسخيرات وكذلك الاتبازة وتحصي ولاية المدية ما يقارب أربعة وستين مجمعا مائيا من بينها مستطحة مائية أحواض وسدود تشجيعا للانخراط في مساء الانتاج الوطنية نظم بولاية عين الدفلة معرض خاص بمنتجات المرأة الريفية والمرأة الماكثة بالبيت للتعريف بمنتجاتها والانخراط في تعزيز آريات الحفاظ على الثروة الغابية والتخفيف من حوادث حرائق الغابات على اعتبارها أن هذه الحوادث تستهدف مصدر رزقها وتهدد ترقية نشاطاتها وتطورها البرنامج القطاعي المشترك لدعم انخيارات المرأة في الانتاج الوطني بدأ من 2020 وهذا التنفيذ لتعليمات رئيس الجمهورية لدعم انخيارات المرأة في الانتاج الوطني لقناعته بإرادة المرأة وقدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي إلى جانب الرجل وفي هذا الإطار انت شفتم عينات لرمي طالبه أيضا بتوسعة النشاطات والاستفادة من آليات دعم الدولة وفي هذا الإطار نجبنا العديد من الولايات عين دفلة هي عينة من الولايات التي عندها يعني ثروات فلاحية وبالتالي شفت أن الكثير من النساء منخريطات في هذا المجال وتزامن أيضا أن المنطقة أيضا فيها غابات وبالتالي على المرأة الريفية المحافظة على هذه الغابات إلى حوادث الطرقات حيث توفي ستة أشخاص وصيب تسعة آخرون بجروح في حادث مرور بين سيارة أجرى وشاحنة في حدود الساعة الثانية صباحا على مستوى الطريق الوطن رقم واحد بالمدخل الجنوبي لبلدية عنو السالة بولاية الجلفة وهذا وقد تدخلت فرق والحماية المدنية حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى أمنيا وفي إطار مكافحة الهجة غير الشرعية عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف وبالتنسيق مع حرس السواحل بتنس تمكنت الفرقة والإقليمية للدرك الوطني من إحباط عملية هجرة سرية عبر البحر في التحذير والتدبير للهجرة غير شرعية عبر البحر العملية جاءت بالتنسيق مع مجموعة من حرس السواحل بتنس من خلال توقيف 15 شخص من بينهم ثلاث مندبرين كانوا بصدد مغادرة تراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر انطلاقا من شاطئ كافكالاب لدي تنس مواصلة للتحقيق وبعد تكثيف تحريات واستغلال الموقوفين تم تحديد هوية خمسة من المدبرين الآخرين من داخل وخارج تراب الوطني ليتم توقيف اثنين منهم بقاء ثلاثة في حال فرار هذه الشبكة الإجرامية كانت تستغل نشاطها في تنظيم وتدبير رحلات غير شرعية عبر البحر للأشخاص الرغيبين في الهجرة مقابل مبالغ مالية متفاوتة العملية أسفرت عن حجز قارب مطاطي كبير بطول خمسة متر واثنين طوق نجات بالإضافة إلى هواتف نقالة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم موقفين أمام السيد وكي الجمهورية المختص إقليميا دولينا في فلسطين المحتلة استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيونية في مخيم طول كيرام بالضفة الغربية ونشرت قوات الاحتلال قنصاتها في محيط المخيم وعلى جوانبه وأزقته وسط إطلاق كثيف للرصاص الحية والقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع كما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الأسرائيلي الليلة الماضية جنوب مدينة نابلس هذا وارتفع عدد المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيونية إلى 13 معتقلا بعد التحاق ستة آخرين بالإضراب المفتوحة حيث قررت القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس المنعقدة أمس بأبوجا قررت منحة الأولوية للقنوات الدبلوماسية بالإبقاء على الخيارات المفتوحة لحل الأزمة في هذا البلد وشدد قادة إكواس تمسكهم بإدانة الانقلاب والاعتقال المستمر لرئيس الشرعي محمد بازوم ونختم من ولاية وهران وقصد تنظية عطلة صيفية تعليمية هادفة يفتح البسجد القطب عبد الحميد بن بديس أبواب المدرسة القرآنية لتعليم الناشئة القرآن الكريم وعلومها برنامج صيفي استقطب الأطفال الصغار وساعد كذلك ذوي الهمم للتعلم والتمدرس عبر برنامج مكثف المزيد مع سونيا العقون برنامج تعليمي لتحفيذ كتاب الله تشتغل عليه المدرسة القرآنية للوافدين إليها من مختلف الفئات العمرية وحتى فئات ذوي الهمم مع التركيز على أحكام التلاوة والتجويد وتصحيح الأخطاء يقرأ هنا ورهم يقررهم ورهم قايمين بهم ورهم يعني محفزينهم للدين والعلم عندي هذا القسم دا والهمم العالية يعني كانوا شوية نقص في النطق بصح مع القرآن مع القرآن تحسنه هنا بهذه الأقسام لا صوت يعلو إلا بكلام الله بالجامع الرئيسي القطب عبد الحميدي بن باديس بوهران أتميز بقراءة القرآن ونحفظ الصور الكريمة مثل الحشر والمجادلة إلى آخره وأحب القرآن كثيرا وأتمنى أن أختمه إن شاء الله ساعدني بزاف في الموت على الحفظ وحل المخ والموت على الفهم تأني قلت فهم تخل بالخف نحفظهم برواية ورش بالأحكام أنا لقنا لهم الصورة وهم يعود مراي 400 الآن يزاولون دراستهم في القرآن الكريم تحفيظا أو حفظا وتلاوة وإتقانا في فصل الصيف عندنا أخسام لأطفال الاحتياجات الخاصة الجزائر التدين فيها وتعلم القرآن الكريم وحفظه متجذرون مذ القدم ولله الحمد والمنه رسالة لأولياء أولا أن الله سبحانه وتعالى قد كلفكم وعطاكم مسؤولية تامة على هؤلاء الأولاد ونحن نرى الآن الآفات الاجتماعية جلها من من الشارع إن بغي أن تنمي عقله قد قال عليه الصلاة وسلم كلكم رعي وكلكم مسؤول عن رعيته هي مجالس قرآنية تأخذنا في رحلة إيمانية حفظا وخدمة لكتاب الله من أجواء ومن أجواء الروحانية إلى التذكير بالعنوين توقيع مذكر التفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإندونسية خلال مشاركة رئيس المحكمة الدستورية في أشغال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم بيجا كارتا وحفظا على القدرة الشرائية للمواطن فرق الرقاب وقمع الغشية توصل خرجاتها الميدانية لمراقبة أسعار البقليات واسعة الاستهلاك وردع المضاربين بقوتي الجزائريين والعين كانت في النشرة من ولاية وردل وتما تابعنا وقصد تنضية عطلة صيفية تعليمية هادفة المدرسة القرآنية بالمسجد القطب عبد الحميد بن مديس بوهران يستقب الناشئة لحفظ القرآن الكريم وعلومه نهاية هذه النشرة قدمنا لكم من الإخبارية الجزائرية نشكر لكم طيب المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة